موسيقى بنحييكم من جديد من 15-44 عبر الـ MTVA وأخيراً هاي الفقرة رح تبصن النور بعد ما تم تأجيله لمرتين إذا قتل الإنسان نفسه بساحة المعركة منعاً للوقوع بالأسر بيد الأعداء هل هذا برأي الدين انتحار أو استشهاد؟ هيدا كان العنوان الأساسي اللي كنا نحن عم نحكي فيه وفجأة شفنا أنه من هيدا السؤال رحنا على سؤال تاني وهو أخطر وكمان يتماشى مع واقع اليوم وهو إذا واحد اليوم فجر نفسه أو قام بتفجير نفسه بجماعة حتى ولو كانت عدوة هل هذا يعتبر عملية استشهادية أو عملية انتحارية؟ وعم نقولها شي لأنه حسب ما أجمعت الأديان كلها أنه قتل الزات أو قتل النفس هو من أشد الكبائر وطبعاً وأصعب أو خلينا نقول أبغضة عند الله حسب الأديان ولأن الدين هو الذي يفرق أو يحدد إذا كان ذلك استشهاداً أو انتحاراً فنحن الليلة رح نكون مع مناظرة بين ثلاثة من رجال الدين رجل دين سني رجل دين شيعي ورجل دين مسيحي لنرى بنظر الأديان الثلاثة كيف يشوفوا عملية قتل النفس منعاً للوقوع بالأسر أو إذا قام أحدهم بتفجير نفسه بعملية انتحارية أو استشهدية بدي أذكر أن هذه الفقرة تم تسجيلها الأسبوع الماضي بسبب ضيق الوقت وما قدرنا نبسى مباشرة على الهواء لها السبب رح تشوفوني بتياب مغيرة شوي بس ركزوا على هذه الفقرة لأنها بالفعل فقرة رائعة وجميلة جداً ومفيدة جداً خلونا تشوف اكتار الزعمة والقياديين عبر التاريخ اللي وضعوا حد لحياتهم بأنفسهم قبل ما يقعوا بالأسر بإيد أعداءهم بينما تهم قياديين آخرين عبر التاريخ بأنهم جبنى لأنهم هربوا من ساحة المعركة أو استسلموا لأعداءهم بوقت كان أنصارهم بيعتبروا أنه أشرفهم قتل نفسهم بدل الاستسلام بالمقابل في وجهة نظر أخرى لبطل تاريخي هو عمر المختار يلي قال من البطولة ألا يموت المرء أحياناً نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت ولا تظل لها النهاية يلي خلينا نرجعها الأدب الزكرة هي الأمور اللي عم نشهدها اليوم والإعلام عم يضوي عليها ويمكن أبرز حادثة نقلتها وسائل الإعلام بالفترة الأخيرة تتعلق بالمقاتلة الكردية جيلان أوزال بنت 19 سنة يلي حربت مع رفيقاتها مجموعة من عناصر داعش حصارتهم عند أطراف بلدة كوباني فقاتلت جيلان حتى الرمأ الأخير والرصاصة ما قبل الأخيرة وبعد ما استشهدت رفيقاتها قررت ما تسلم نفسها وعرضها وكرامتها للدواعش فاحتفظت برصاصة وحدة أنهت فيها حياتها بنفسها مما أصار تسائلات كثيرة مثل العادة من مجتمعاتنا من باب الشرع والدين حول ما إذا كان اللي قامد فيه جيلان يعتبر استشهاد أو انتحار يسعدني أن أستضيف معي في حلقة الليلي فضيلة الشيخ مالك جديدة الرئيس السابق لهيئة علماء المسلمين في لبنان ورئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار مساء الخير فضيلة الشيخ وأهلا فيك يسعدني أيضا أن أستضيف معي سماحة المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب صرت ضيف دائم عندنا بالبرنامج وهذا بشرفنا كمان شكرا لحضورك وأيضا معي لوجهة النظر المسيحية في هذا الموضوع الأب بشارة إلية الأنطوني وهو كاتب وباحث في الفلسفة واللهوت ورئيس ومدير مدرسة الأنطونية لمروج يعني كمان بالرحب فيك اليوم السؤال الذي يطرح نفسه هل قتل النفس في ساحة المعركة كي لا تسلم نفسك للأعداء وللعدو هل هو استشهاد أو هو انتحار وحرام فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم بداية لا شك يعني أمسي عليكم وأسلم عليكم على الحضور حرمة النفس معروفة وأنها من الكليات الخمسة التي جاءت بها الأديان جميعا لحفظ النفس وهو الأصل المحافظة على النفس إلا في حالات الجهاد الذي هو مشروع دفاعا عن النفس دفاعا عن الوطن دفاعا عن العرض ومن مات دون يعني ماله فهو شهيد من مات دون أرضه فهو شهيد هذا إذا قتل في ظروف عدية يعني في القتال نعم إذا قتل في القتال وهو يجاهد هذا العدو فلا شك أن هذا الأمر هذا من الأمر الجائز العمليات الاستشهادية تفترق عن هذه الحالة التي ذكرتها العمليات الاستشهادية ليست هربا ليست هربا من القدر ليست هربا من المواجهة ليست ضعفا ليست ما شابه ذلك وإنما هذه العمليات الاستشهادية بالعكس المجاهد الذي يقدم على العملية الاستشهادية هو قدر من قدر الله في هذه الحالة سنتوقف مطورا من هذا الموضوع أما مسألة الانتحار الحقيقة جماهير أهل العلم أنا أقول جماهير أهل العلم لأن هناك قلة من العلماء من قالوا شرطه مثل الدكتور عجيل النشمي مثل بعض علماء الأزهر قديما ذكروا مسألة أنه إذا خاف فعلا أنه إذا وقع بيد العدو أنه سيلحق ضررا محققا بالجندي أو بالدولة الذي هو فيها هذا أجازه لكن الحقيقة رأي الجماهير العلماء أنه هذا لا يجوز والنصوص الشرعية تدل على عدم الجواز هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن رجلا كان في المعركة لما أصيب في المعركة أخذ سيفه فوضعه تحت خاصرته قال لهم أبل أن عندما سألوا عن هذا البطل قال لهم أنه ذاهب إلى جهندم إلى النار نعم هم قالوا في الجنة وقالوا أنه جاهد فوجدوا أنه قد قتل نفسه نعم فلا يجوز من هذا الباب لا يجوز أن يقتل إنسان نفسه عليه أن يجاهد إلى آخر مرحلة إذا كان الجهاد صحيحا نحن الآن لا نعرض إلى صورة معينة مع من ولكن نحن نقول إذا كان الجهاد صحيحا ينبغي أن يجاهد إلى آخر مرحلة وإلى آخر رمق في حياته يعني ما فعلته جيلان الكردية اليوم في نظر الشرع يعني في نظر الرأي العام يعتبر عملا مطوليا جبارا في نظر الشرع يعتبر انتحارا وحراما نعم هذا رأي جماهير أهل العلم وإن كانت هي أخي ما قلنا هناك رأي من أهل العلم من ظن إذا كانت هي تظن هذا الباب ودخلت على هذا الظن قد يكون هذا الأمر يعني لها عزرة أذهب إلى حضرة الأبونا الله خليك اليوم في الإسلام قتل النفس هو من أكبر الكبائر ومن أشد الكبائر وأشده عقوبة عند الله في المسيحية صحيح الشيء متفقين نحن والمسلمين على هذا الموضوع قتل النفس على طوله وحرام ولكن رصاص الرحمة مثل ما سميتها هي ما بين الانتحار وموت الرحيم يعني هربا من العذاب اللي بدون يخدوني علي الأعداء أهرب من هذا العذاب هي موت الرحيم واللي بدينه الكنيسة بدينه بدينه الكنيسة نعم والانتحار بدينه الكنيسة ولكن نحن لا نقول أن هذا الشخص ذهب إلى جهنم لأنه قدام رحمة الله قبل المجمع الفاتيكان الثاني كانت الكنيسة تعتبر اللي بينتحر أم اللي يقتل حاله قصداً هو خارج إطار الكنيسة ما كان يصنوا عليه رافد رحمة الله ما كانوا يصنوا عليه ولا يدفن ولا يدفن نعم أما اليوم منقول أنه هو أشد وأكثر الأشخاص اللي بحاجة للصلاة ورحمة الله طيب أنا يعني أنت من فوت بالموضوع يعني نروع عن موضوعنا الموضوع الأساسي اليوم الأساس هو جندي مسيحي في الجيش صحيح بأي جيش نوضع بموقف أنه سيوقع بالأسر بأيد الأعداء ويمتلك من الأسرار ما قد يسيء إلى دولته وإلى جيشه وإلى أصدقائه وإلى زملائه فالخيار الوحيد لإله أنه يقتل نفسه لخلاص الآخرين هل هيدر تعتبروه كمان حرام لكن نحن عم نحكي بحرب لا أخلاقية منا حرب نظامية بين دولة ودولة أخرى إذا بدولة بين دول علي أنه يسلم حاله ويشهد لمسيحيته وأنا إذا بكون محل هذا الشخص المؤاتل أنا بقلب الأسر بيشهد لمسيحيته ولحب الله مثل كثير من الشهداء ولكن إذا موته بيعطي الخلاص للآخرين بيكون عم يمشي ولو كانت الطريقة الأخلاقية ضمن المعمع الكبيرة من الحرب بيكون عم يتمثل بشخص المسيح اللي أعطى نفسه فداء للآخرين وحتى فلسفيا أنا بدي أعرف كنسيا ولهوتيا كيف نوصف هذه الحالة يعني الدين المسيحي قائم على أنه السيد المسيح تجسد وصلب ومات من أجل خلاص البشرية نحن اليوم كدين مسيحي نعتبر أن من يقتل نفسه كي لا يقع في الأسر أو لإنقاذ الآخرين نحن نعتبره عمل بطولي عمل بطولي إذا عم تفتي حالك للآخرين لا تخلص الآخرين نحن ما منروح استشهاديين إنما نحن نستشهد من أجل الآخرين بحرب أسر هذا الشخص قد يؤدي به إلى العذاب وإلى أسرار المسيحية بتحاكم على النية يسوع يحكم على النوية فإذا كانت نية هذا الشخص هي سليمة الله حيدينه وإذا كانت نية هروب من الألم لما يعزبه فيه صار هروب صار موت الرحيم إذا كان يأس هو انتحار لنرى عند سماحة المفتي طالب بسم الله الرحمن الرحيم بالمبدأ الشي اللي ذكره سماحة الشيخ اللي ذكره أبونا هو حفظ النفس هو من الأمور اللي أجمعت عليها الأديان وعلى الإنسان يحفظ نفسه من الموت ومن الهلاك حتى ولو بالأمور غير المشروعة يعني لو كان الإنسان اليوم في حالة خطر من الموت وينقضه من الخطر أن يأكل المحرم أن يأكل الميت أو أن يشرب الحرام فعليه أن يأكل من الميت ليحفظ نفسه وعليه أن يبذل جهده بأي وسيلة من الوسائل لحفظ النفس هذا أساس أنا أريد أن أقول أن الأصل وجوب حفظ النفس بأي وسيلة من الوسائل لكن فيما لو كان حفظ النفس هو أساس فيما لو لم يتعارض مع ما هو أهم منه بمعنى أنه نحن لو تزاحم الأمر بين حفظ النفس وحفظ الأمة بين حفظ النفس وحفظ الجماعة بين حفظ النفس وحفظ الدولة التي أنت تؤمن بشرعيتها في هذا المجال نحن نعتبر أنه يقدم الأهم على المهم لذلك نحن نقول أن الإنسان الذي يمتلك أسرار ومعلومات من شأنها أن تؤثر على سلامة الجماعة وعلى سلامة الأمة وعلى سلامة النفس لو أفش بها يحق له أن يقدم نفسه شهيدا في هذا المجال من أجل حفظ الأمة ومن أجل حفظ الجماعة لأنه سؤال سؤال هل يقتل نفسه؟ هال يقتل نفسه؟ هذا السؤال يقتل نفسه نعم يستطيع أن يقتل نفسه من أجل حفظ الجماعة وحفظهم يعني يمكن بالخمسينات إذا مني غلطان بالتلاتة وخمسين هذا رأي جماهير العلماء بالتلاتة وخمسين بالتلاتة وخمسين تحديدا بمصر سؤل الشيخ الأزهر كان وقته حسن مأمون ومفتي الديار المصرية ونظرا لتلاسق الجيشين المصري والإسرائيلي جنبا إلى جنب مسافات قريبة كان وارد بأي لحظة أنه الإسرائيلي ممكن أن يأثر جنود مصريين وجه السؤال إلى سماحة المفتي يومها ما إذا كان يحق لجندي أن يقتل نفسه وأنه جندي المصري إذا كان يمتلك أسرارا أو شيء بضرب الدولة ووقع أسيرا لدى قوات العدو إن كان يستطيع أن يقتل نفسه لا يمكن فجاء الجواب فجاء الجواب حاسما أنه لا يحق لأي شخص أن يقتل نفسه مهما كانت الظروف والأسباب وتركه وتركه مخرج مخرج صغير هو يستطيع أن يستشهد بدون أن يقتل نفسه يعني بخلق حالي بس إذا كان موجود بمكان أضرم فيه النيران أولع فيه النار شو بتفرق عن موضوع القتل أن يقتل نفسه برصاصة أنا أقول بالمبدأ أو يهرب من الموجودين بطريقة يزبر الآخر أن يطلق النار عليهم هذا هو عمل استشهادي وهو أسلوب من أساليب القتل هلأ أحنا ما عم نحكي عن أساليب القتل كيف تتم نحن نقول بالمبدأ أنه حفظ النفس هو أساس ولكن لو تزاحم حفظ النفس مع حفظ الجماعة حفظ النفس مع حفظ الأمة حفظ النفس مع حفظ الدولة حفظ النفس مع حفظ الكيان أنت في هذه الحالة كيف يمكن أن لا تعطي رخصة الإنسان يمتلك معلومات سرية لو أفشى بها ممكن أن يسيء لأمة بكاملها نحن من نسبة لنا كاجتهاد لا يوجد لا حديث اجتهادات ولكن لا يوجد لا حديث ولا آيات هذا المنبور من أن يتم هناك اجتهاد من دون وجود أحاديث ولكن هناك أحاديث مطلقة وأحاديث عامة وآيات قرآنية عامة وهناك آيات مقيدة وأحاديث مقيدة يمكن أن تستنبت من خلال الجمع بين الأحاديث هذا فن اجتهادي أنا أقول حينما نقول أن لكل قاعدة استثناء حتى في الفقه الشرعي اليوم أنت استاذ توني لو قلت لك لا سمح الله لو تعرض أنت لو كان حماية أسرتك حماية يتوقف على قتل نفسك ألا تعتبر أن الشرع الذي يريد أن يمنعك من منع أسرتك من الموت بسبب قتل نفسك أن هذا الشرع غير عادل حضرت طبيعي قلت في مسئلة النصوص نعم أن النصوص الشرعي تقول كذا والاجتهاد يقول كذا أنا أقول أن العلماء الذين قالوا وهم قلة من أهل السنة يعني يعدوا على الأصابع أن يجوز في حالة أنه وجد أنه ممكن لو ألقي به في الأسر أنه ممكن أن يضر أمة بحالها ويؤدي إلى هزيمة هذه الأمة ونكالها أنه ممكن هو أن يقتل نفسه اجتهاده هذا اجتهاد قليل هذا ليس نصا هذا اجتهاد لا 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 من أين أخذوا الحقيقة النص الصريح الذي ذكرناه أن النبي صلى منها وبيع ولكن العلماء هؤلاء من أين أخذوا أخذوا من قواعد شرعية ما هي القواعد شرعية ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرعين في أخف الضررين إما أن يقتل هو وإما أن تباد أمته مثلا فأختاروا من باب أخف الضررين هذا اجتهاده بعض أهل العلم نحن لسنا مع هذا الاجتهاد مع أنه أن يبقى صامدا صابرا وأن يحتسل في هذا الأمام كيف تبررون العمليات الاستشهادية عفوا عفوا عرب لأسألوا عن العمليات لحظة قبل ما تفترق ستفترق جدا أبونا ما قاله فضيلة الشيخ وسماحة المفتي هو عفوا على المقاربة ولكن هو نفس الذي قيل من قبل اليهود والفرسيين عندما صلبوا المسيح عندما قالوا من الأفضل أن يهلك شخص على أن تهلك أمة صحيح يعني هنا وقتا صلبوا المسيح باعتبار أنه خلينا نخلص والإنجيل يعتبر أنه يأثر على هلك الأم لا في القياس مع الفارق لا في مختلف كثير هني عم يقتلوا الهادي حتى يتركوا الضلال نحن عم نقول يقتل الإنسان من أجل إفشاء الهداية وليس من أجل حفظ سؤال الأهم حضرتك قلت أنه هذا لا ينطبق على الجهاد وعلى العمليات الاستشهادية يعني اليوم الإنسان اللي بيقود سيارة مفخخة وبيفجرها سيأتي معنا الفارق وسط مدنيين أو وسط حتى العدو هل هو استشهادي أو هو منتحر لا هو استشهادي ليه قولا واحدا وسيأتي الأمر الفارق واضحا الفارق أنه هذا الإنسان لا ينتحر من أجل تخليص نفسه أو هربا من المزل أو ما شابه ذلك هذا إنسان مشرف على الموت وهو مقبل عليه بحب وهو يعلم أنه سيحدث نكاية بهذا العدو يعني في عنده أمر هذا الإنسان الذي يقتل نفسه لا يحدث نكاية ويمنع العدو من الأسرار والمعلومات لا يحدث نكاية الذي يحدث نكاية هو من يلقي بنفسه سمحت الشيخ الذي يقتل نفسه في عملية استشهادي من أجل أن يحفظ الأمة يحدث نكاية ليهزم هذا حتى يحفظ الأمة النصوص فرقت بين هذا وهذا النصوص فرقت بين هذا وهذا في مسائل معينة من أسر الشهادة الشهادة هي الوحيد اللي بيضحي بزيته من أجل الآخرين بيش بيروح بيقتل بحاله وبيقتل أبرياء وبيقتل أشخاص 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 مقلون خصة نعطيها الشهادة 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 أعلى مرتبة أعلى مرتبة من فجر سيارة في الضاحية الجنوبية هو استشهادي هو استشهادي ولا انتحاري سيأتي معنا نحن الآن نعالج قضية الاستشهاد في من يلقى عدو متأكد أنه عدو أنا لا أبيح التفجيرات في هذه المناطق أنا لا أبيح التفجيرات في أي بلد من بلادنا العربية أنت لا تبيح ولكن هو فعلا أنا أبيح هو فعلا شهيد أو انتحاري لا لا أنا لا أعتبر شهيد لا تعتبره شهيدا أنا أنا أعتبر الشهيد الآن من يفجر نفسه في العدو السجوني نعم مثلا هذا عدو متفق على عدوته وعلى هذه المسائل وأنه اختصب الأرض وأنه اقتلع الأهل وأنه ارتكب مجازر وأنه إلى آخره هذا الأمر بشرط عندنا شروط في هذه المسائل أولا نحن في هذه المسائل إذا كان المجتمع مدني يجب أن لا يكون التفجير في المجتمع المدني لأنه يتصل منها عن قتل المرأة وعن قتل الأطفال إلا إلا إذا كانوا أولاده أطفال ونسبان يهوديين نقتلهم بس لأنه استثني الأطفال لأن الأطفال لهم أمر خاص أما المرأة التي تكون جنرال في الجيش والتي تخطط هذا لا يمكن أن تقص على الطفل بس سنة المفتي في فرغ بين أحوالنا أنت مع تفجير كعمليات استشهادية في العدو كلها سيد ستوني تصب في هذا القاعد اللي قلت لك ياها أنه نحن القتال والقتل والحرب كلها الهدف منها إيجاد السلام وإيجاد السلام للعدد الأكبر بغض النظر لا لا تمانحور وندو السؤال الواضح شخص من الطائف الشعية قاد سيارة مفخخة وفجر نفسه بها في وسط مدينة إسرائيلية يهودية هو استشهادي أو انتحاري بالنسبة إلينا هذا الأمر دقيق جدا لا نعطي فيه رخصة إلا بعد دقة وتأمل من قبل أهل العلم ونعطي رخصة استثنائية في حالات واحدة فقط حينما يكون قتل هذا الإنسان لنفسه يوازيه في خسائر عند العدو يتستحق هذه الخسائر فعلا أن يقتل إنسان مسلم نفسه بسببها يعني اليوم لو قلت لي أنت فيه إنسان فيه إنسان مقاتل يعني فيه اتنين من الجنود الإسرائيلي موجودين وراح فجر حالو فيهم بالله هذا لا يجوز عندنا نحن نعتبر نعم ولا قتل النفس بحل زيته نحن نعتبر أن هذه النفس خط أحمر ممنوع قتلها إلا بما يمكن أن يقابلها من مصلحة عليا تؤدي إلى النصر أو إلى إذلال العدو بمعنى أن تكون الخسارة فعلا تستحق أمامها أن يقتل الإنسان نفسه أبونا بسألنا بجيسا لك سؤال يعني خلينا نأخذ الأمور بشكل تصويري تصويري مشهدي داعش تقتحم الموصل المدينة المسيحية وكل عرف شو صار عندما دخلت داعش إلى الموصل قام شاب مسيحي من الموصل بقيادة سيارة مفخخة وهاجم فيها داعش قبل دخولها الموصل خوفا على سبي نسائهم أو قتل الأبرياء أو كذا هل هو انتحاري أو شهيد دفاع عن النفس الدفاع عن النفس هو محلل يعني أنتم بتحللوله يعني هشي بعدك عام بتلومهم لا أنا ما بروح بقتل حالي أنا شهيد الشهيد المسيحي أنا ما بروح لا قتل حالي لا يقتلوني أنا إذا بدي أكون شهيد بالكنيسة مسيحي ارتفع أعلى مرتبة عن سلم لإسمه مرشربل اللي هو معترف الشهيدة تفوق أعلى مرتبة أنا بس ما بدي روح لمحل لا يقتلوني فيه ولكن نحن أشهيد عنا أبونا أشهيد عنا أبونا بس خليني السؤالي واضح قاد سيارته المفخخة دفاع عن النفس راح تيفجر حاله بمجموعة دفاع عن النفس لا يمنعه من دخول من دخول المدينة اللي هو فيها دفاع عن النفس شهيد 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 يعني يسوع المسيح اللي إجا على الأرض ورح يولد قريبا ذكرى ولادته أولا يرجع يرد الإنسان للألوها والإسلام هو دعوة لعيش الإنسان بسلام ولكن نحن عم نعيش بظروف عم نحكم فيها عن الأتل الزيت بالوقت نحن لازم نكون عم نعطي حياتنا عطية للآخرين تقديم ذاتنا للآخرين ونكون نحن ملنا استشهديين إنما نكون شهود حقيقيين لإيماننا المسيحي ولإيمان الإسلامي أنه نكون نحن عم ندفع عن قيامنا الإسلامية بفكرنا ودفاعنا ليس بالسيف وليس بالانتحاريين والإرهابيين صحيح أنا لا أرى الخلاف بيننا هنا ليس خلاف عداوة في هذه الأرض نحن هذا خلاف تنوع خلاف حوار خلاف شهادة من باب آخر أيوه ولكن لا نسخل في هذا لذلك أنا لا أجيز هذه العمليات في البلاد العربية كلمة آخر المطلوب بطبيعة الحال نحن لما نحكي عن موضوع الاستشهاد والقتل نحن نحكي فيما لو حصلت المعركة دائما القاعدة هي من باب الدفاع عن النفس صحيح وأن لا يوجد دين يقر ابتداء الحرب وابتداء القتال وليس القتال هو أساس في الأديان صحيح لكن نحن نحاول أن ننظر لمسألة هي حدثت ونحاول أن نعطي فيها لها شرعية أو لا نحن نقول أنه الأصل في الأديان أن لا يكون هناك قتال السلام هو الأساس ولكننا في واقع لا نستطيع أن نهرب منه أن هناك معارك تحصل علينا أن نعرف حدود العلاقة مع المعركة أنه يجب على الإنسان أن يحرص على نفسه أن يحافظ على نفسه إلا فيما لو كان حفظ النفس عنده أو لا منه وهو حفظ الأمة أو حفظه سماحة المفتي الشيخ أحمد طالب فضيلة الشيخ مالك جديدة والحضرة الأب بشارة إليا الأنطوني شكرا لكم على هذا الحوار وهذه المناقشة ما هو التالي ونتابع ترجمة نانسي قنقر